كده ميستر كولر قرر أنه هو يخود مباراة والده النهاردة من فريق النجوم ليطمن منها على سكواد لعبة النادي الأهلي ويتمن كمان منها على جهازات اللاعبين المصابين بمناسبة الإصابات وسامة أبو علي لعب مع منتخب فلسطين مباراة طبعاً دي لقطات قديمة من تمرنات منتخب نادي الأهلي النهاردة المطش الساعة ده مبارح آه ده تمرنت مبارح لكن النهاردة المباراة تتلعب الساعة 8 بالليل وهي غير مزاعة بالمناسبة وسامة أبو علي لعب مع منتخب فلسطين في تصفياتهم عندهم في أسيا نظام مختلف شوية عندنا بيلعبوا تصفيات واحدة تؤهل لكاس العالم وتؤهل أيضاً لبطولة أمم أسيا فكانوا بيلعبوا مع لبنان والمباراة أعتقد انتهت بالتعادل وأصيب فيها وسامة أبو علي التشخيص المبداي هو التوقف الكحل والجهاز الفني لمنتخب فلسطيني الشقيق قال إنه هيتم استبعاد وسامة أبو علي المفروض إنه منتخب فلسطيني هاتقد عندهم مواجهة يوم الاثنين أو الثلاث مش متذكر بصراحة بس يعني خلال الأسبوع الحالي هيلعبوا مع أستراليا فهم قرروا إنه هم يستبعدوا وسامة أبو علي من التشكيل في تواصل بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي والجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني وهيتحدد على أساس أشعة هيجريها النهاردة وسام حجم الإصابة تحديد نوعها الأول وحجمها قد إيه ومدة غيابه عن الملاعب والبرنامج طبعا العلاجي والتأهيلي اللي هيخضى عليه وسام أبو علي نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنها ما تكونش إصابة كبيرة تأثر عليه واحد من اللعيبة كسبة ثقة الجهاز وكسبة ثقة الجمهور حتى قبل الجهاز الفني بسرعة كبيرة جدا واحد من الأوراق المهمة اللي يرعن عليها الأهلي في مشواره فيما تبقى من بطولات قصة إمام مختلفة شوية بالمناسبة طبعا فيه ناس حاولت يعني هو كله معسكر كده لازم نضرب لنا إشعة ولا إشعتين يعني طبعا فيه ناس اتكلمت على خناقة بين طرق سليمان وبين إمام عشور والسوشال ميديا طبعا خدت الموضوع الحاجة اللي قد كده بقت قد كده بارحكت إن إبراهيم وضح القصة وقال لك مفيش أي خلاف ومحصلش أي خناقة أنا بشوف ناس في أوقات كتير جدا بشوف لقطات زي الملايين اللي بيتابعوا من وراء الشاشة التليفزيون بشوف مش خناقة بشوف عركة عارفين العركة وشوف أجهزة فنية جريت دخلت في ملعب المباراة وطاقم أمني نزل يعني يحرص أو يعمل دايرة كده حاولين حكام اللقاء والجهاز الفني ما هي نازل والجهاز الفني ما هي نازل والبودلاء هنا والبودلاء وتعرفش مين بيضرب مين ومين بيحوش مين وحدش بيتكلم فيها لكن طبعا وقعت خروج إمام عشور وهو متصاب ومتدايق قال لك لا دا فيه خناقة كبيرة جدا حصلت بين هذا الكلام لا سأله أية أساس من الصحة وكابتن إبراهيم حسن أكد على دا بشكل واضح وصريح وأعتقد أنه الأجواء الإيجابية سيبك من المباراة لكن المعسكر دا أعتقد أنه رد على كل الكلام اللي تقال على المشاكل اللي موجودة بين بعض اللاعبين وبين الجهاز الفني أنا سمعت تقريبا بدون ذكر أسماء 6-7-8 لعيبة تقريبا يعني لعيبة كبيرة كمان بتقول لك إحنا مش نلعب منتخب طول ما حسام حسن دا الكلام دا قبل يعني بقول لكم على حجم الإشعات اللي بيطلع احنا مش نلعب منتخب مصر ومش هنشارك مع المنتخب طول ما كابتن حسام حسن هو مدير فني دا كلام كتير قوي تصدر على السوشال ميديا الفترة الأخيرة وطبعا لا بصدقش السوشال ميديا يعني ما بصدقش إلا ما يجيلي خبر يقين أو أتأكد من المعلومة بنسبة 100% وبالنسبة لي منتخب مصر طول الوقت أكبر وأهم مليون مرة من أي اسم لعب أو حتى مدير فني اللي مش عايز اللي ما يشرفوش وما يعرفش قيمة اللعبة المنتخب مصر ما أعتقدش أنه يليغ بي أساسا في يوم العامين يلبس تي شيرت منتخب مصر لكن اللي ظهر سواء في كواليس المعسكر أو في اللقاء أنه كل الكلام دا لا أساس له من الصحة إصابة إمام إصابة بسيطة جدا وهو سافر مع بعثة منتخب الوطني وما أعتقدش أنه لا إمام ولا الجهاز الطبي ولا الجهاز الفني ممكن يغمره بمشاركة إمام في مطش غينيا بيساو لو كان فيه حتى مجرد شك فيه أن يكون فيه إجهات في العضلة الضمة فأطمنكم على إمام إن شاء الله بإذن الله كويس